عندي رسالة أيداً أوجهها إلى معالي السيد وزير المالية المحترم يعني أمس واليوم ظهرت لدينا بيان من هيئة العامة للضرائب تقول هذه الهيئة أنها حققت ستمية أو واحد مليار دينار ضرائب أو جباية ضرائب لشهر التاسع فرحنا بهذا الموضوع وتمام وبارك الله بيهم ما عدنا مشكلة لكن هذا الرقم المخيف بستمية وواحد مليار بشهر التاسع بركود اقتصادي بعدم تبادل ماك وفرة ماك فلوس يدعونا يا معالي الوزير لسؤالك بأننا نريد أن نفهم الجبايات السابقة التي كانت عبر الأعوام السابقة للمدراء السابقين ليش ما وصلنا إلى هذه الأرقام وأريد أن أستدل منك وأن تؤمر أو تقدم السيد مدير هيئة عامة الضرائب أن يجوا إيانا لنفهم كيف كان يتم الفساد في الهيئة العامة للضرائب وينشنا تروح الفلوس؟ وليش الآن موظفيننا ومتقاعديننا معتم رواتب بالدولة؟ وأريد منك أيضا السيد مدير عقارات الدولة والسيد مدير القمارق إذا أبو الضرائب حقق ستمائة واحد في شهر لازم يحقق أبو القمارق ستمائة مليار في الشهر أنا أنتظر الرد من السيد معالي الوزير ومن السيد مدير الضريب الآن ومدير القمارق ومدير عقارات الدولة ترجمة نانسي قنقر